إذا استعادت القوات الأوكرانية بلدة ريفربال في منطقة ديونياتسك على جبهة جنوبية وبدعم من المساعدات العسكرية الغربية استعاد الجيش الأوكراني في هذه المرحلة حوالي عشرة مواقع يقع معظمها على جبهة جنوبية حيث يحاول اختراق الدفاعات الروسية وزارة الدفاع الأوكرانية أوضحت أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي من قبدة القوات الروسية على خط الجبهة الجنوبي وحررت حوالي 130 كم مربعة في الجنوب منذ بدء الهجوم المضاد يأتي هذا فيما نشرت موسكو صورا تظهر وزارة الدفاع الروسي سارجي شويغو خلال وجوده في طائرة محلقة مع قائد آخر إضافة إلى زيارته لمركز قيادة وهو الظهور الأول منذ إنهاء تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة فما هي تداعيات تمرد مرتزقة فاغنر على مجرية المعارك في المناطق الأوكرانية وهل حفز تمرد فاغنر القاتل الأوكرانية على تكثيف هجومها المضاد وكيف وظف الأوكرانيون تمرد فاغنر في المعارك ضد الروس الهجوم الأوكراني المضاد يسير على قدم وساق هكذا وصفت وزارة الدفاع الأوكرانية آخر التطورات الميدانية مؤكدة تحرير حوالي 130 كم مربعا في الجنوب منذ بدء الهجوم نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار قالت في تصريحات جديدة إن الوضع في ساحة المعركة لا سيما على خط الجبهة الجنوبية لم يتغير سوى بقدر ضئيل على مدى الإسبوع الماضي مشيرة إلى أن الجزء الشرقي من الجبهة الذي يشمل اتجاهات ليمان وبخموت وأفديفكا ومارينكا شهد نحو 250 اشتباكا خلال الإسبوع الماضي وأن قتالا عنيفا لا يزال يدور هناك مع القوات الروسية من جاتها قالت القيادة العسكرية في شرق أوكرانيا إن كييف تقدمت من 600 متر إلى 1000 متر بالقرب من بخموت وهي المدينة التي استولى عليها مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية الروسية في مايو الماضي مضيفة أن القوات الأوكرانية في بخموت تأخذ زمام المبادرة وتهاجم قوات العدو بشكل مكثف حسب البيان الذي أكد كذلك أن الجيش الأوكراني نفذ ما وصفها بعمليات تطهين في الضفة الغربية الواقعة جنوب بخموت بعد استعادتها من الجيش الروسي ومقاتلي فاغنر في المقابل قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن قوات بلاده صدت عشر هجمات أوكرانية في اتجاه بخموت وأربع هجمات أخرى باتجاه دونتسك التي تشهد انفجارات قوية بين الحين والآخر لا سيما في منطقة إسلافيانسيك قال المزيد ينضم إلينا مباشرة من أولاد فرجينيا الأمريكية دورك باندو كبير الباحثين في معهد كاتو ومن كييف ينضم إلينا قسنطين جريدين الباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية وبالعلاقات الدولية أهلا بكم على شاشة الحرة أبدأ أولا مع ضيفي من كييف كيف أثر ما حدث في روسيا على مجريات الحرب الروسية على أوكرانيا؟ أهلا وسهلا ما زال الوقت مبكر أن نحل التدعيات ما جرى في موسكو على الأهداث في أوكرانيا حقيقة الأهداث التي وقعت في إجازة الأسبوع الماضية جاءت بالمفاجأة لموظم المتابعين للأوكران ربما لم تكن مفاجأة للاستغبارات الأوكرانية لكن لم نرى أي خطوات ملموسة من قبل القوات الأوكرانية على معارك الميدانية بما عدا الخطوات والقرارات الاستراتيجية من قبل القيادة الأوكرانية وأهمها هي توجيه رسالة قوية إلى الأوساط الغربية بأن روسيا أصبحت ضييفة لم تسبق لها مثيل فلذلك على الغرب إسراء في تقديم كل الأسلحة المطلوبة بما فيها الطائرات والسواريخ طويلة التي ما زالت تحتاج لها القوات الأوكرانية لإسراء في عملية تحرير الأراضي في جميع المناطق التي تتم فيها يعني تحرير العديد من المناطق نحن هنا نتحدث تحديدا على إعلان الجيش الأوكراني بأنه حرر بلدة ريف نوبال الواقعة في دونيسك ألا تعتقد أن هناك علاقة ما بينها وبين ربما توطر الأوضاع الداخلية في الداخل الروسي؟ لا أعتقد بذلك لأن التواطر الداخلي في روسيا كان مرتبطا بمجموعة فاغنر التي خرجت من المشاركة في هذه الحرب منذ السبع لذلك لم تكن قادرة على تأثير الأوضاع في إجازة الأسبوع أما بالنسبة لمجموعة فاغنر وما حدث في روسيا مؤخرا له التأثير استراتيجي ليس التأثير تكتيكي أو التأثير قصير المدى التأثير استراتيجي أن مجموعة فاغنر سوف لا تشارك أبدا لا تشارك أبدا في حرب ضد أوكرانيا ما يقلل من قدرات القوات الروسية بشكل كامل من المعروف أن مجموعة فاغنر كانت من أكثر مجموعة العسكرية الروسية احترافا واستيلاء على مدينة بخمود التي قامت بها القوات الروسية حدث بفضل مشاركة مجموعة فاغنر فيها لو لم تكن هناك مجموعة فاغنر جميع الخبرون يتفقون أن لم تستطيع القوات الروسية الاستيلاء عليها فلذلك هذه الأهداث سوف تقلل من قدرة القوات الروسية في استمرار العمليات الدفاعية أو أي عمليات عسكرية في المستقبل طيب قمعي وأتحول إلى واشنطن من جديد أرحب بضيفي من فيرجينيا دوكباندو هل تتفق في هذه الرؤية أن ربما التطور لما حدث في الداخل الروسي لم ينعكس بشكل عسكري مباشر على الأوضاع في الداخل الأوكراني؟ أعتقد ذلك حوالي أربع آلاف إلى ثمانة آلاف جندي من واغنر كانوا متورطين فيما نفترض أنه محاولة انقلاب هؤلاء لم يأتوا من الخطوط الأمامية وبالتالي لم يكن هناك أي تغير في الوضع العسكري الروسي في مناطق القتال السؤال وهو سؤال استراتيجي هل الروس سيتمكنون من استخدام قوات فاغنر الأخرى إذا حاولوا دمجها في الجيش الروسي وأيضا صورة عدم الاستقرار السياسي لا توجد حكومة تحب أن يطلق عليها لقب ضعيف أو أن تبدو كأن هناك انقسامات داخلية أو دولة في حالة حرب تود أن ترى جيشها يبدو منقسما على نفسه هذه هي القضايا التي ستتصارع معها حكومة بوتين وهي تشكل مشاكل ربما سيد باندو كان هناك ذلك السؤال لماذا كانت النهاية سريعة لمحاولة التمرد التي قادها زعيم فاغنر لماذا جاءت النهاية بهذه السرعة تخميلي هو أن بريغوجين من مجموعة واغنر كان يأمل أن يحظى بدعم ربما من وحدات عسكرية أخرى أو لدى عناصر فيها الحكومة أو ربما قوات أكثر من مجموعة فاغنر ولكن كل ما رأيناه يوحي بأن هذا الدعم كان محدودا ومحاولة المسير باتجاه موسكو بعدة آلاف من الجنود بينما طبعا الجيش الروسي كان بإمكانه أن يستدعي سلاح الجو وأن يلحق ضررا وبالتالي المسيرة كانت ستفشل يبدو لي أنه كانت هناك مفاوضات ومجموعة فاغنر وبيغوجين قرروا أن من الأفضل أن يتراجعوا والحكومة كانت مستعدة للسماح بذلك لأنها لم ترد أن يكون هناك قتال بين قواتها وقوات مجموعة فاغنر مرة أخرى أعود إلى كييف سيد جويدين إلى أي مدى ينبغي على أوكرانيا في هذه المرحلة أن تغير من تكتيكاتها العسكرية لا سيما في المناطق الحدودية لها هل ما حدث يؤثر على تكتيكات أوكرانيا الدفاعية؟ لا أعتقد ذلك لأن كما قلت مجموعة فاغنر بشكل نام خرجت من هذه الحرب منذ أسبوع ولم تغير هذه الأوضاع داخل روسيا أي منورات أو مواقف على خطوط العمامية أما بالنسبة للقيادة الأوكرانية نحن لا نعرف ما هي تكتيكات التي تستخدمها الآن وبكل تأكيد هناك منظومات دفعية في الخطوط العمامية من قبل القوات الروسية فكما قلت تأثير خروج مجموعة فاغنر من هذه الحرب ووقوعهم في دولة بيلاروسيا سوف تؤثر على هذه الحرب بشكل استراتيجي ربما في المستقبل كان هناك خطة لدي روسيا لإستخدام مجموعة فاغنر في أي عمليات مستقبلية وليست هناك أي تأثير على التكتيكات من أي من الطرفين طيب سيد باندو هل تتغير ربما المساعدات العسكرية الحزم المادية حزم المساعدات سواء على سبيل الإغاثة الإنسانية أو الدعم العسكري طبقا للمتغيرات الاستراتيجية التي نراها على سطح ولسيما بعد وصف البيت الأبيض لما حدث بأنه لم ينجم عنه شيء بعد يعني نأل البيت الأبيض بنفسه لمرات عدة عن التدخل أو عن وصف الأحداث بالتأكيد حكومة بوتين أحرجت وهذا يوحي أنه ربما كانت هناك انقسامات داخلية هذه حجة لتوصيل المعدات بصورة أسرع على أمل أن أوكرانيا ستقوي من هجومها المضاد وتستغل أي انقسامات موجودة من الصعب بالنسبة لنا أن نعرف بالضبط ما يجري في روسيا وهل الجيش الروسي كان مستعدا للوقوف بحزم رغم المسيرة إلى موسكو ومعظم التكتيكات ستبقى كما هي عدد الجنود في ساحة القتال لم يتغير والروس تخندقوا وإلى أن نرى تغيرا في أعداد الجنود وخسائر باهضة وهذا حدث فسيكون هناك نضال بين أوكرانيا وروسيا كان هناك تقرير لمجلة ناشنال انتروس الأمريكية تحدث ربما عن العديد من المشاكل وعن نقاط الضعفة التي يعاني منها الجيش الروسي في حربه تحدث عنها وقال أيضا أن ما يحدث هو نتائج لإصلاحات بدأت قبل أربعة عشر عاما سايد باندو إلى أي مدى يمكن الحديث عن إصلاح سريع في صفوف القوات العسكرية الروسية إن كنا نتحدث عن نتائج نراها الآن لقرارات منذ أربعة عشر عاما أتحدث إليك سايد باندو أعتقد أنه سيكون من الصعب أن تكون هناك إصلاحات سريعة روسيا نظريا مرت بإصلاحات هامة بعد حرب جورجيا في 2008 وكانت لها قوات في حالة نزاع مع أوكرانيا منذ ألفين وأربعة عشر ورأينا ضعف الجيش الروسي يستمر رغم كل هذا الوقت والذي كان بإمكان روسيا أن تدخل إصلاحات على قواتها لقد تبنوا تكتيكات أفضل وتعلموا من الخسائر التي عانوا منها في العام الماضي وتخندقوا بشكل فعال وهذا جعل من الصعب على القوات الأوكرانية إحراز تقدم سريع كما فعلوا في الخريف الماضي ولكن أي نوع من الإصلاحات وتنشيط الجيش الروسي سيكون من الصعب القيام به في منتصف الحرب ويجب أن يكون لديهم حكم سياسي أفضل إذا أرادوا أن يكونوا أكثر فعالية شكرا لك ضيفي دوك باندو كنت معنا من ولاية برجينيا الأمريكية كبير البحثين في معهد كاتا شكرا كذلك موصول لضيفي من كياف قسطنطين جريدين الباحثة المختصة بالشؤون الاستراتيجية وبالعلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر